أكد وزير الداخلية محمود توفيق الحرصة على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة النمسا في ضوء علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية نظيره النمسوي جرهارد كارنير والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لمصر واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتين الداخلية في البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك من جهته أكد وزير الداخلية النمسوي اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في شتى مجالات العمل الأمني فضلا عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية